قد دعا داعي البطولة فاستجيبوا للندار وارتدوا الإقدام ثوبا إنه نعم الردار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد إخوتي أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من الإعداد الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نسعى في تحصيله الإعداد النفسي والإعداد الأخلاقي فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بينا أن الوهن إذا دب في النفوس فإنه نثير شؤم قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها إذا كانت الأمة في سوادها الأعظم حريصة على الدرهم والدينار والنقير والقطمير وتثور الحروب والنزاعات فيما بينها من أجل لعاعة الدنيا ثم بعد ذلك لا يبالون بأن يضيع الدين وأن يستذل المسلمون أن تستباح الحرمات وتنتهك الحدود ويغيب شرع الله عز وجل فلا شك أن هذه الأمة تحتاج إلى إعداد نفسي وإعداد أخلاقي هذا الإعداد يتناول جملة من الأمور أولها أن نزرع في الناس أن الله جل جلاله قد أقام هذا الكون على سنة التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ما يشاع بين الناس الآن ويراد تقريره في الأذهان من أن عصر الحروب قد انقضى وأنه لا بد أن يعيش الناس في سلام ولا حاجة بنا إلى السلاح ولا إلى تعلم فنون القتال كل هذا أضغاث أحلام يريدون تخدير المسلمين من أجل أن ينقضوا عليهم وهم في غفلة عما يراد بهم هذا الكون أقامه الله على سنة التدافع إلى قيام الساعة لا بد من تدافع بين الحق والباطل وقد قال جل من قائل ولو يشاء الله ننتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم لو كان الناس يسالمون أحدا لمتانة دينه ونصاعة صفحته وحسن خلقه وجميل صنعه لكان أولى الناس بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاة والسلام أرادوا قتله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكذلك الأنبياء من قبله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير هذه سنة التدافع لا بد من تقريرها في أذهان الناس في سبيل إعدادهم فكريا ونفسيا وأخلاقيا ثم لا بد من غرس حب الجهاد في نفوس الناس بأن الجهاد ذروة سلام الإسلام وأن الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل وأن الجهاد هو سبيل الأنبياء والمرسلين وأن الجهاد به عز الدين وصلاح الدنيا وأن الجهاد فيه عز المسلمين وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ضرب الله عليهم الذل وأن حب الدنيا نذير شؤم من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له حب الجهاد لا بد أن يغرس في نفوس الناس بأن نبين لهم أن الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء كانوا مجاهدين في سبيل الله غزاة وأنه لولا جهادهم ما وصل إلينا الدين الآن الإسلام منتشر في المشارق والمغارب بفعل من؟ بفعل أولئك السلف الأخيار عليهم من الله الرضوان الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الله يرجون ما عند الله من أجل وثواب ثم لا بد أن نزرع في نفوس الناس أن الجهاد يتمم كل خير أن الجهاد نهايته وغايته الفوز بإحدى الحسنيين كما قال جل من قائل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فالمجاهد في سبيل الله إما أن ينال نصرا أو شهادة فإما إلى النصر فوق العدى وإما إلى الله في الخالدين ولا بد أيضا من أن نزرع في نفوس الناس أن قدر الله نافذ وأن مشيئته غالبة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا بد أن يتعلم الناس أن الرزق والأجل قرينان لا يزيدان ولا ينقصان إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الروح القدسي نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وأن الإقدام والشجاعة لا تقرب أجلا كما أن الإحجام والجبن لا يؤخر أجلا فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو على فراش الموت يقول لقد شهدت كذا وكذا يعدد المعارك التي شهدها وما من موضع في جسدي إلا به ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن شر ما في الرجل جبن خالع أو شح هالع وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن والبخل وينفي عن نفسه صلوات ربه وسلامه عليه صفة الجبن ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ينفي عن نفسه عليه الصلاة والسلام هذا الخلق الدنيء يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني إذا خرجت إلى خيبر قال فخرج بي أبو طلحة مرد فيه وأنا ولام قد راهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل وكثيرا ما سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخر وضلع الدين وغلبة الرجال لا بد أن نزرع في نفوس الناس بأن الجبن من مساوئ الأخلاق وأن الذين يحبهم الله عز وجل هم أولئك الذين يتصدون لمعالي الأمور لا يبلغ المجد إلا سيد فاطن لما يشق على السادات فعال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال وما تنفع الخيل الكرام ولا القناة إذا لم يكن فوق الكرام كرام من عادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل إذا كان السلاح بيدي بطل فإنه يؤتي أكله وينتج أثره أما إذا كان حامل السلاح خوارا جبانا فإنه لا ينتج منه خير أبدا مما ينبغي أن نزرعه في نفوس الناس في سبيل إعدادهم أخلاقيا ونفسيا أن النصر من عند الله كما قال جل من قائل إي ينصركم الله فلا غالب لكم وإي يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وأن يد الله عز وجل تفعل ما لا يقدر قدره إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وأن النصر ليس بعدد ولا عدد فإن الله جل جلاله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدل ويوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم حنين وفي غير ذلك من المواطن لا لأنه كان يملك قوة تكافئ قوة عدوه لكنه توكل على الله وأخذ بالأسباب وأعد ما استطاع من قوة وهو واثق من أن الله جل جلاله ينصر من نصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهذا الذي أيقن به إخواننا المجاهدون في أرض العزة في أرض غزة أيقنوا أن النصر من عند الله وأنه مهما تكالبت عليهم الأمم ومكر بهم الماكرون فإن ما شاء الله كان وما لم يكن لا بد أن نزرع في نفوس الناس أن النصر من عند الله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم هكذا تتكرر هذه الآيات في كتاب الله الكريم أيضا لا بد في سبيل الإعداد النفسي والأخلاقي أن نقرر في أذهان الناس أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف أن الله جل جلاله يحب عبده القوي القوي في إيمانه القوي في جسده القوي في بأسه هذا الذي يحبه الله عز وجل وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يتكفأ في ميشيته كأنما ينحدر من صبب وأن الصحابة كانوا يجهدون أنفسهم وهو غير مكترث وأنه قد صارع ركانة بن عبد العزة فصارعه مرتين وأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان شديد البأس في القتال وكان أشجع الناس هذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه فتياننا بأن القوة مطلوبة وأنها إلى الله محبوبة لا أن ينشأوا على التخنث والميوعة وحب الدعا وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجابوا هذا الذي يحرص أعداء الله عز وجل على أن يزرعوه في نفوس الشباب أن يميلوا إلى النعومة والاسترخاء والدعة وحب الراحة وإذا مارسوا رياضة فإنما يمارسون رياضات يريدون بها مجرد اللهو واللعب لا بل نقول لهم مارسوا من الرياضات ما يقوي أجسادكم ما يجعلكم قادرين على أن تقاوموا أعداءكم بكل ما أوتيتم من قوة هذا أيضا في سبيل الإعداد ثم بعد ذلك لا بد من زرع الأمل الدائم أن اليأس ليس من صفة عباد الله المؤمنين ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون صحيح أننا معشر المسلمين متفرقون مشتتون وأن عدونا يملك من العدد والعدد ما لا نملك لكن مع ذلك آمالنا معلقة بالله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب يأتي السعدان فيخبرانه بأن قريضة قد نقضت العهد فيقول الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين آماله معلقة بالله عز وجل ويعلم أنه قد نصر الله ولا بد أن ينصره الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ثم أيضا في سبيل الإعداد النفسي والخلقي لا بد أن نقول للناس بأن أعلى ما يتمناه المؤمن الشهادة في سبيل الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فيقول اللهم آتني أفضل ما آتيت عبدا من عبادك الصالحين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعقر جوادك ويهراق دمك إذا كنت تريد أن يعطيك الله أفضل ما أعطى أحدا من عباده الصالحين هذه النتيجة أن يعقر جوادك وأن يراق دمك في سبيل الله فتمني الشهادة مطلب عزيز ونقول للناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه لابد من لم يغزو يحدث نفسه بالغزو ينوي أن يجاهد في سبيل الله حق الجهاد ولابد كذلك من التحذير من الوهن من الضعف من الركون إلى الدنيا من مهابة الموت وخوفي لا بد أن نزرع في أذهان الناس أن الموت يأتي مرة واحدة من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد وأنه لا كرامة ولا فضيلة في أن يموت الإنسان على فراشه أو أن يموت في مكان مكيف أو في فراش وثير وأن خيار عباد الله الصالحين قد جندلوا في التراب وسالت دماؤهم على ثراء هذه الأرض ومنهم من فصل رأسه عن جسده ومنهم من مزقت أعضاؤه فبقرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذنه لما مات حارثة رضي الله عنه يوم بدر شهيدا في سبيل الله جاءت أمه فقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة تسليت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء عليه قال لها أهبلت يا امرأة إنها ليست جنة واحدة بل جنان ثمانية وإن حارثة لفي الفردوس الأعلى لما قتل إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت نحدث الناس عن تمني الشهادة وأن نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما أكرمه الله به من النبوة فإنه قد مات شهيدا في سبيل الله أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام وأن يجعلنا مجاهدين في سبيله شهداء لنصرة دينه والحمد لله في البدء والختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد دعا داعي البطولة فاستجيبوا للندار وارتدوا الإقدام ثوبا إنه نعم الرداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة